جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا و قطف قدنا ثمرا ترى ما فينا وحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و سهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد من حديث الدار أتذكر و إذا ما خاب ظني تكلمنا في يوم من الأيام نحن و إياكم عن أسلوب الحياة و كيف يكون أسلوب الحياة عاملا أساسيا في تحديد المستقبل و كان ضيفنا و ضيفنا كذلك اليوم و الأستاذ الدكتور عادل بمحمد هريدي الأستاذ علم النفس في كلية الأداب في جامعة المؤسس حياتك الله يا دكتور الله يحييك الله يسعدك و يبارك فيك أهلا و سهلا الحديث الجميل عندما يكون عن المستقبل و الناس متفائلة جدا و تتطلع إلى المستقبل و تريد أن تكون مستقبلها مستقبل مشرق لكن تبغى تتعرف على إرهاصات هذه البشرة كيف تعرف أنها ماشية بالطريق الصحيح لأنه لكل طريق معالم فإذا كانت المعالم واضحة أتوقع النفوس تكون متطلعة لكن إذا المعالم لا هي واضحة نقول نحن شكلنا نضيعنا الطريق و نتذكر بالمناسبة طرفة يعني واحد يقول مرة كنا معزومين في البر فواحد كان المبادر مننا قال أنا أعرف الطريق و مدريش ألم يقول رحنا بعد صلاة العشاء فكأننا ضعنا فما كان معنا وقتها جوال فسألنا واحد و قلنا له تعرف المكان و فلاني قال إيوه فوصف لنا يقول سبحان الله بعد ساعة وجدنا نفسنا عن نفس الرجال اللي سألناها قبل شوية فضاعت يقول ضاعة أنسنا و رجعنا أدراج لهذا بسبب أننا أخطأنا الطريق لما نتكلم عن أسلوب الحياة و تحديد المستقبل أتوقع أنه في محددات لسلوك الإنسان في أسلوب الحياة نريد أن نتعرف عليها حتى نكون أكثر وعينا دكتور هذا في الحقيقة دي أهم نقطة في الحلقة أعتقد النهاردة و دي اللي بنتكلم فيها عن إدارة الشخص إدارة الشخص لكيانه أحسنت كل فرد كيان جميل كأنه مؤسسة جميل تماما بتمام و لعل الشريحة اللي بنعرضها بعد شوية حلو بتوضح هذه الفكرة حلو يعني أنا عندي كيان الفرد شكرا لحضرت الله يسلمك بارك فيك كأي مؤسسة لابد أن تكون لها أهداف جميل و المؤسسة التي ليست لها أهداف استراتيجية أهداف مؤسسة فاشلة لأنها لا تعرف ما تسوي لا تبصت حتى رجلها بس يعني تعيش أهداف استراتيجية جميل يعني متوسطة و بعيدة المدى يعني أنت تقول اللي يعيش اللحظة الحاضرة أو يستغرق في اللحظة الحاضرة دون أن يكون أو أن يعلم هذا مضيع هذا أول محدد خطير هذا نعم لابد تكون فيه أهداف جميل واضحة حلو متوسطة و بعيدة المدى جميل شخص من الكرام حول و خلف الكاميرات مؤسسة قائمة بذاتها جميل حتى تنجح هذه المؤسسة على المدى القريب و البعيد لابد أن تضع لنفسها أهدافا استراتيجية الأهداف تحتاج إلى خطط والخطط تحتاج إلى موارد جميل والموارد تحتاج إلى اسلوب استثمار الموارد تحتاج إلى اسلوب استثمار ثم تخرج من هذه الاستثمارات و تلك الأنشطة و الفعاليات و الجهود الرائعة أفضل المخرجات أفضل النتائج إذن كل شخص يتصور نفسه كما في الشكل الآن قدامنا جميل يتصور نفسه هو رئيس مؤسسة ذاته رئيس مؤسسة كياني أنا حطط لك اللقب بتاعك حالو مدير أنت رئيس مجلس الإدارة قل لي هتعمل إيه هتعمل إيه لكيانك المؤسسي اللي توفرت له موارد و منحت فيه من النعم ما لا يحصى و الأفق أمامك متسع بما لا يحد ورين إيش جهدك بالضبط كما نرى سويا جميل عندك الموارد أهيه اسلوب حياتك بقى هو الفيصل جميل لأن الموارد ذاتها الموارد ذاتها قد تتوافر لي و لك و ربما لمئات البشر لكن من يستثمرها الاستثمار و لكن المخرجات تختلف جميل لماذا تختلف؟ لأن اسلوب حياتنا يختلف من فرد لآخر جميل إذن الذي يجعل المخرجات جيدة هو حسن إدارة الموارد و هذا لا يتحقق إلا بأسلوب حياة جيد جميل و الموارد موجودة عند الجميع عند الجميع أحسنت حتى الموارد الكونية كما ذكرنا لكن يختلفون في استثمار هذه الموارد و الاستفادة منها و بعد آخر مهم جدا اللي هو هو الغفلة عن الجمهور الشخصي إيش هو الجمهور الشخصي هذه عبارة أنا صراحة في الصورة قاعد أدور الجمهور مع الصفاد لا الجمهور الشخصي ده على فكرة أيها أهم عنصر في نجاح الفرد تخيل سبحان الله والله زي جمهور المصارعين كده سبحان الله يعني المصارع يبقى بيموت والدم ينزف منه و مجرد أن الجمهور يصيح باسمه كده ففي عامل يلقى سبحان الله الأدرينالين زاد و كل شيء مية مية و أصبح حاصل على الحزام في نهاية الحلقة سبحان الله صح؟ مع أنه قبل شوية كان معرض للهلاك لا الجمهور مهم جدا و الجمهور إطار مرجعي للشخص إطار مرجعي حبيبه أقول لك و حتى منافسيه أهى ممكن أقول لك أكتر و حتى لا سمح الله أعداؤه هم جمهور لك جمهور جمهور كل من تحبهم و يحبونك حين تضع خططا أنت تستهدف رضاهم ضمن الرضا النهائي الذي يصل نسأل الله ذلك إلى رضا المولى عز وجل الله أكبر إذن رضا الجمهور خاصة الجمهور المحب لك الذي يتمنى لك الخير جميل يعني يعيش في بيئتك حولك قريبا لك لأن حتى وضعك للأهداف و الخطط نوع من أنواع التعهد لهذا الجمهور سأكون عند حسن الظن سأكون مشرفا لكم سأكون رافعا رايتكم إلى آخر هذا فحتى الجمهور القريب المحب أنت تتعهد لهم بخططك و بأسلوب حياتك القويم لأنك تحت بصرهم و سمعهم بالمناسبة مهما تخفيت أنت تحت سمع و بصر و شعور الجمهور خاصة من يترقب منك نتيجة طيبة أو من يتمنى لك خيرا في العاجل أو الأجل هنا لفت مرة مهمة يا دكتور يعني مثلا أنا شفت مقطع بالأمس لشاب متخرج من كلية الطب و لحظة حضور والدته للحفل فكان يقول يعني هذه اللحظة هي أسعد لحظة في حياتي نعم إني أنا حققت ما كانت تحلم به تحلم به يعني هذا الجمهور لما تحقق له شيء لا شك أنه برضو هذا نوع من الوفاء يعني هي برضو في مقابل ما قدمت و هي من الموارد الكبيرة اللي كانت موجودة عندك فهذا من الوفاء اللي قدمته حقيقة المهم جدا في مسألة الجمهور و غيره أن يظل لدى كل شخص اعتقاد حاضر دوما بأنه عنصر في أمه فردي في جماعة جميل و كل نجاح يحققه هو رصيد مضاف لرصيد نجاحات الأمة وهذا يمكن يلغي على قولهم نظرية الأنانية يمكن الشخصية طبعا تشكع العمل الجمعي أحسنت و العمل في فريق و التعاون من أجل مستقبل أفضل أحسنت طيب خلينا نبغي أرجع بعد الفروقات التي ممكن تكون بين البشر نفسهم فيما يتعلق بأسلوب الحياة بعد الفاصل إذا سمحت لي يا دكتور شاهدين الكرام فاصل ثم نعود ابقوا معنا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده اختلف العلماء في هذا قال بعضهم تموت الروح لأنها نفس و كل نفس ذائقة الموت و قال آخرون لا تموت الأرواح إنما تموت الأبدان فقط واستدلوا بأن الأرواح تنعم أو تعذب بعد موت البدن ولو أن الأرواح تموت لن قطع عنها النعيم أو العذاب والصحيح أن موت النفس هو مفارقتها للجسد وخروجها منه وبذلك فهي ذائقة الموت لكنها لا تموت مثل الجسد فتصير عدم بل هي باقية بعد خروجها من البدن في نعيم أو عذاب حتى يردها الله إلى الجسد و قطف قدن ثمرا ترى ما فيه نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في بناء الدار معي أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام والله أريد أن تكونوا معنا لكي نضيفكم لكن نحن اليوم الدكتور أكرمنا بالمعلومات فجزاه الله خيرا طيب يا دكتور خليني كده ممكن على قولهم في أحد الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم و جزيت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله إني لا أفهم دندنتك ولا دندنت معاذ يعني بعض الأحيان الواحد تكثر عليه المعلومات فما يستوعبها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث يعني طيب أنت ماذا تدعو؟ فقال يعني نسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار فقال حولها ندندن يمكن الواحد لو شاف حلقتنا في البداية قال يعني صح أنت كلامكم جميل و كده بس لو أنا طالت منكم باختصار قلت الله يعطيك العافية دكتور أعطيني رشدة كده لأسلوب حياة و حقق فيها مستقبل واعد إيش ممكن تحط له عنوان يقول لك بس أبغش لا واحدة بس كده أعطيني عنوان أعتقد أن الاجتهاد أفضل عنوان للرشدة جيدة لأسلوب حياة إيجابي جميل الاجتهاد جميل والاجتهاد مخاطب به كل الناس يعني عفوا حتى سلمهم الله أصحاب بعض الإعاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة و هم قرة أعيننا جميعا يعني جميل ليس للواحد منهم أن يتعلّل بإعاقتي لابد أن يشتهد لابد أن يحسب ما تبقى لديه من نعم عظمى لا يحسب ما حرم منه من نعمة وحيدة فريدة هنا لو نظر بهذا المنظور الإيجابي لموارده الشخصية لبذل الجهد و لا أصر على المواصلة و لا حقق ما رأيناه من نماذج فذة في مجالات العلوم و الأداب و الفنون من أصحاب العاقات أو ربما بعض التعدد من أحيانا فإذا لابد من الاجتهاد عنوان رئيس أمام كل مننا حتى يجعل من اسلوب حياته اسلوبا بناءا جميل ليس هذا للمعاقف فقط بل حتى لمن تعثر لبعض الوقت أو لبعض المرات حتى من أبنائنا الطلاب نفترض أنه تعثر في فصل دراسي أو في مقرر أو في مقررات أو انخفض معدل أو نعم المجال مفتوح اجتهد فيه مهوقات عوض والتعويض بالمناسبة مبدأ أساسي في النظريات النفسية جميل التعويض مبدأ أساسي في النظريات النفسية و يبقى تعويض في كثير من الأحوال تعويض إرادي و شعوري و شخصه وعي و قاصده فشلت في مجال أعود في مجال آخر جميل فإذاً هنا الاجتهاد هو العنوان الرئيس لأي اسلوب حياة ولعل هذا الاجتهاد أو هذه الرشدة المختصرة هي التي تفسر لنا الفرق بين البشر في أسلوب الحياة نعم يعني ممكن قد تكون الموارد واحدة لكن الاجتهاد هو الذي يغير حتى زي ما تفضلت مثلا من ذوي الهمم العالية قد يكون مثلا فقد شيئا لكنه بالاستثمار الآخر في الموارد الأخرى غطى هذا النقص بشكل كبير و تجاوز نعم في حين أنه غيره ينعم بكل هذه الموارد مع ضعف الاجتهاد ماتت هذه الموارد نعم ممكن ما يكون لا أثر نعم هنا حركة تنقلنا إلى تمييز بين ثلاثة أساليب لحياة البشر جميل اللي هي؟ الأسلوب الأول نسميه الأسلوب البناء أسلوب بناء جميل إيجابي والأسلوب الثاني أسلوب دفاعي دفاعي والأسلوب الثالث نسميه الأسلوب الهدام أوه بتيأني من المسميات الثلاثة واضحة واضحة الأدوار عرفنا خصائص أصحابها جميل فالأسلوب البناء وهذه الصورة يمكن توضح نعم الفكرة جميل الشريحة أعتقد أنها جلية واضحة تماما للجميع جميل ومكتوب قدامنا أهو الشخص برسمتي هذه الواضحة نجد عندنا الموارد الشخصية والموارد العامة أيضا هذه الموارد تتاح للشخص الذي نراه أمامنا فالشخص باللون الأخضر يتبنى أسلوب حياة بناء هذا الاسلوب للحياة البناء يشير إلى مستقبل واعد ومشرق الذي مبدأه الأساس هو الاجتهاد كما ذكرنا منذ قليل معكم الشخص الثاني يستخدم اسلوب حياة خامل دفاعي وكلمة دفاعي علشان تبان لغير المتخصصين المقصود بها أن شخص يحرص على أن يكون مرضيا عنه وإن أخطأ يخلق التبريرات وإن تهاون في أداء الواجب يتعلل فده دفاعي يبغى بس إيه أمورها تسكن وتمر وتعدي بعضهم بيسمون في بعض ثقافاتنا ثقافة مصرية تحديدا يقولك ماشي جنب الحياة والبعض بقى لما بلغ قالك ماشي جوه الحياة مرة إنما الإسلوب الثالث هو الإسلوب الهدام المبني على الصراع على المكيدة على المنافسة غير الشريفة على التسلق والوصولية على التسلط في حال الحصول على النفوذ فصاحب هذا الإسلوب إسلوبه هدام ليس له فقط بل حتى لمن يتعاملون معه إذن عايزين نقول برضو الإسلوب الحياة معدية جميل ويمكن أكثر ناس يعديهم الجمهور الذي نحنا تكلمنا عنه أيها بتأكيد هذا أول ناس يتضررون بضرر هذا اليوم وإن لم يعدهم العدوى المباشرة ترك فيهم آثارا متفاوتة يعني هذا صاحب الإسلوب البناء في إطاره الجماهيري كما ذكرنا جمهوره الخاص يشار إليه ببناء جميل لأنه نتيجة واضحة الذي هو المستقبل الواعد المشرق نعم و نفعه يتعداه إلى الغير نفعه يتعداه إلى الغير إن لم يكن ماديا فمعنويا فشرف والديه بتفوقه هذه قيمة معنوية عالية جدا ثم أنه قدوة لصغار إخوانه و أخواته و لأبناء الأقارب و الجيران و الأصدقاء و الحارة كلها ترفع اسمه و تقول فلان نبغاك زي فلان إذن هنا التعدي للنفع بإسلوب الحياة الجيد ينتقل من صاحبه إلى كل جمهور الذي ذكرنا منذ قليل و المشاعر السلبية تنتقل إلى الآخرين أيضا من خلال الإسلوب الدفاعي الذي يمارس فيه صاحبه ما نسميه العدوان السلبي و كيف هو يقولك طب أنا ماشي جنب الحيطة يعني أنا ما سلمت كمان لأنك ما أديت اللي عليك و كم باستطاعتك و ما أديت يعني عدم الأداة يعتبر نوع برضو من يعني العدوان السلبي يعني غير مباشر أنت تقدر و لا تقدر و ما فعلت يبقى أنت أعتديت عدوان سلبي خاصة فيما هو مندوب من الأعمال الطيبة و الخيرة و الطوعية إلى آخر جميل جميل و أما الأخير و أما الأخير بقى فهذا ربناك فينا شر يا رب و المشكلة أنه ليس في ذاته يعني حتى أبدا نعم يتعدى الأثر السلبي أيضا إلى المحيطين و من يتعامل معه طيب خلينا نقولي دكتور اللي ماشي جنب الحيطة كيف نجيبه نقوله تعال اطلع شوية كده كيف يمكن أن نحفز نحن الشخص في أسلوب حياته و نخرجه من دائرة العدوانية و دائرة السلبية إلى دائرة أسلوب الحياء البناء هو في الواقع التحفيز أفضل ما يكون إن كان ذاتيا جميل و هذا أيضا يقودنا إلى سؤال كيف أحفز نفسي ذاتيا نعم نحن كل واحد عندما يأتي و يقول لك يا أخي المجتمع الذي حولي لا يحفزني لا أحد يشجعني نعم ما نفعله لك تحفيز ذات أهم مئة مرة مش عايزة أقول ألف مرة من التحفيز المجتمعي لأن أنا زي ما قلنا في إدارة مواردي و حاطة أهداف واضحة يفترض أن مسالكي و تصرفاتي و اجتهاداتي تؤدي بي إلى أمضل النتائج إرضاءا للجمهور كما قلنا جميل و انتقالا لدائرة أخرى من الأهداف أرقى و أسمى جميل أما و أن شخصا يشعر بأنه غير محفز لو جينا لنطاق المجتمع لابد أن احنا نأخذ بأساليب المساندة الاجتماعية جميل و دي عديدة منها؟ على مستوى الجامعة على مستوى الأسرة على مستوى النواد الرياضية مستوى التجمعات الشبابية في مساندة اجتماعية حتى من تعثر لابد أن نأخذ بيده و لابد أن احنا نضع في قناعتنا أصحاب المسئولية عن الشباب أن الشخص أي شخص ليس مسئولا مئة بالمئة عن صرفاته و ليس مسئولا مئة بالمئة عن شخصيته أيضا فينا شركاء له؟ نعم كلنا شركاء يعني مجتمع الأسرة كلنا شركاء فإن حملنا الشخص مسئولية أسلوب حياته فنحن بعض موارده بالتوجيه مورد الإرشاد مورد يعني المدخلات فيها مشكلة فطبيعي المخرجات يكون فيها مشكلة نعم فلا نقصر ثم نلوم لأنه أدي أدوارنا من قبيل المساندة ممكن تكون نقدية ممكن تكون عينية ممكن تكون معنوية أكاديمية فنية أيما كانت المساندة ده دور المجتمع بالأساس يؤديه ثم التحفيز الذاتي يأتي أنا إذا عملت على رفع ثقة الشخص بنفسه وأتحت له من الفرص ما هو متكرر وما هو غير مشروط لأن من الآفات الكبرى في ثقافتنا وللأسف الشديد أن التقبل عندنا مشروط والتقبل عندنا مقيد ينبغي أن نكره الفعل و لا نكره صاحبه ينبغي أن نلوم على التقصير و لا نظل نلوم و نبكت المقصر و نجلد ذاته ربما لو سألناه لما لما حصلت على درجة ضعيف ربما كان يرعى أمه ربما جاءته وعكة صحية ليلة الإختبار ربما 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 إلى أهل ربما تموحه محدود بإرشادنا له يمكن أن نرفع من مستوى الطموح أن نلملم له شتات نفسه و نعيد له استقراره ثم نشجعه و نؤيده إذن أنا المسألة لا تتحقق فيها النجاحات إلا بقدر إدراك أننا نحن مجتمعون بعضا من موارد كل فرد و قد نكون عنصر سلبي في تأثير إن كنا موارد سيئة في تأثير يعني مثلا ممكن نفسر نفسر الحرص الشديد بعض الأحيان من بعض الآباء و الأمهات في الضغط على أبنائهم في تحسين سلوك حياتهم مثلا على سبيل المثال رفع مستواهم الدراسة في حين أن قدراتهم قد تكون محدودة أن هذا الحرص الزائد قد يكون من الموارد السلبية على هذا و يؤثر بالنتيجة نعم نعم أكيد أكيد هيدك خلجه و يعصب وبعدين هيلجأ للحيال الدفاعية اللي قلنا عليها الامتحان كان صعب الأستاذ ما صحت صحيح جيد كل الطلاب راسبين هيلجأ إلى الأساليب الدفاعية أنا لا أضغط على أي شخص كان إلا بقدر طاقته وأعرفه بصورة مبسطة جدا أن التكامل في شخصيته أهم من النجاح في واحد من المجالات و الفشل في البقية وأسعدني يوم قول أحد الزملاء والأصدقاء قال لي أنا لا يهموني أن يكون ولدي الأول أن يكون ولدي الأول في فصله الدراسي يهموني أن يكون سباحا جيدا و رياضيا أيضا مبرزا إلى جانب نجاحه نجاحه بتسعين بالمئة نقابل بخمسة وتسعين نقابل ليس بالضروري أن يكون الأول في الدراسة فقط و في ذيل القائمة في بقية مناشط حياته و هذا معنى التربية على فكرة بالمعنى الدقيق التربية إنماء متوازن متكامل في جوانب الشخصية ليس تنمية في جانب و إيمال بقية الجوانب و إلا بنجد قدامنا نمازج يعني يصعب جدا أن نتقبلها في المستقبل هو ناجح جدا في كليته و عنده خوف اجتماعي ما يعرف يكلم أحد و هذا يمكن يا دكتور أنت فسرت لي كثيرا من الأشياء التي كنت أقرأ عنها أو أمارس جزء منها في الحياة في ضعف بعض الذكاءات التي موجودة عند بعض خريجي مثلا الجامعات في مقابل مستوياتهم العالية فتجد مثلا معدل عالي لكن الذكاء الاجتماعي ضعيف قد يكون اتصاله بالناس ضعيف و السبب أنه كان يركز على جانب و يظن أن التفوق في الحياة يكفي أحسنت في هذا الجانب في حين أنه جوانب أخرى ضرورية جدا جميل الذكاء الوجداني على سبيل المثال هذا مفتاح النجاح في شتى مناح الحياة أحسنت إذا افتقد نجد الشخص أقرب لماكينه لآلة ما هو داري عن مشاعر الغير سبحانه حتى لا تستقيم حياته الزوجية في المستقبل هو فاقد للتعاطف لا يدري بمشاعر الغير إذا هنا الذكاءات الأخرى غير الذكاء العام الذي نسميه الأكاديمي تجاوزا الذكاءات الأخرى لا تقل لأهمية جميل في أدوات النجاح في الحياة أحسنت و أنا أمكن في ختام هذه الحلقة لازم أخذ منك موعد إن شاء الله في أننا نأخذ لقاءا خاصا كذا يتكلم عن التوازن في الحياة لأنك ختمت حديثك الجميل في أن الأسلوب أسلوب الحياة لا يمكن أن يتحقق و أن يكون صحيحا و مستقبلا واعدا إذا كان يركز في جزئية واحدة حتى لو جاب فيها مئة من مئة لا بد أن يكون هناك تكامل بإذن الله تعدنا بهاللقاء وعده إن شاء الله إن شاء الله عز وجل الله يرضى عليك شكرا لك دكتور عادل سعدنا بك الله يرضى عليك الشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام هكذا يكون أسلوب الحياة بنظرة تكاملية تربوية و النظر إلى أن هذه الحياة هي جزء كامل لا يتجزى فعندما تأخذ جزءا يسيرا و تترك بقية الأجزاء قد تحقق نجاحا و لكنه نجاح مبتور نحن على موعد إن شاء الله مع حلقة جديدة من حديث الدار نلتقيكم على خير في أمان الله جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين و حلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين و حلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا و غنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامة جد غرسناه بأيدينا و قطف قدنا ثمرا ترى ما فيه نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار ترجمة نانسي قنقر